تتميز مملكة البحرين بمؤسساتها الحقوقية المستقلة ودورها في حماية واحترام حقوق الإنسان حيث يلقى هذا الجانب نصيبا وافرا من اهتمام ورعاية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه نعم فلا طالما جاءت خطابات جلالته السمية لتؤكد على تعزيز العمل المؤسسي والقضائي في مجال احترام حقوق الإنسان وترسيخ دولة القانون والمؤسسات في إطار المسيرة التنموية الشاملة في أغلب الخطابات الملكية لجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وفي مختلف المناسبات التي تحظى برعايته لها تأكيد على لزوم حق الإنسان في العيش وفي إبداء رأيه وصون حرياته بالشكل الذي لا يتعارض مع مبادئ الدولة الحديثة التي تستنجم صلاح مسيرها نحو الاستدامة والتنمية من وراء رضا مواطنيها وشعورهم الدائم بأن الحقوق المدنية حاضرة ببنودها وأن الظفر بها واجب دون أن يتعاكس ذلك مع مصالح المملكة العامة واحترامهم للقوانين فيها والقيام بواجباتهم الوطنية تجاه الظل الواسع الذي يستضلون تحته وفي خطاب جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أيده الله ورعاه خلال افتتاحه لأعمال الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشرى والنواب تضمينات لضرورة النهوض أكثر بمجال حقوق الإنسان والبناء على مقرجاته الإيجابية بالشكل الذي ينسجم مع المشروع الإصلاحي لجلالته الذي أعطى لمجال الحريات مساحة شاسعة انطلاقا من الاستراتيجية التي تتبعها مملكة البحرين ونهجها الراسخ في احترام حقوق الإنسان وفق ثوابت وطنية بأننا نعيش اليوم أجواء من التوافق والطمأنينة والمحبة كأسرة واحدة في هذا المجتمع الآمن وهي أجواء مشجعة تجعلنا نمضي قدما لتطوير التشريعات ونظم العمل وخصوصا ما يتعلق منها بحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الترابط الأسري والنسيط المجتمعي ومن بين أهم البرامج المنفذة على هذا الصعيد برنامج العقوبات البديلة الذي نجح بالرقم من حداث التطبيق في تحقيق أهدافه كمشروع وطني حضاري بأبعاد إنسانية شاملة البحرين كانت وما تزال تشكل نموذجا يحتذا في نوعية المؤسسات القائمة بذاتها المعنية في مجال حقوق الإنسان التي تضمها وفي طبيعة التشريعات الوطنية التي تؤطر عمل هذا القطاع كتلك المتعلقة بحرية الرأي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجمعيات والنقابات وتجريم الاتجار بالبشر بما يتلاءم مع بنود الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي وقعت عليها المملكة ومنذ تأسيس الدولة وحتى اللحظة وبخطى الثبات الذي لا يحيد عن الحق تمضي مملكة البحرين نحو مسيرتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية بنجاح من وراء توليفة التعاونات المباشرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فضلا عن دعم السلطة القضائية وصولا إلى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الحكومية الهادفة إلى تعزيز قيم التسامح والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات وتجريم التحريض على الكراهية والطائفية أو العنف والإرهاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر